نهار ده كل لعيبة ده حكيم زياشة جماعة بيلعب لآخر ثانية في المباراة حكيم زياشة أصلاً اللي في الشلسي يهما بيلعبوه خمس دقايق يهما بيطلقوه خمس دقايق النهار ده عمل مباراة كبيرة جداً هجومياً ودفاعياً دايماً يؤخذ على حكيم زياش أدواره الدفاعية الأوليلة نهار ده عمل مباراة رائعة أشرف حكيمي ده حكاية لوحده حكاية لوحده ربنا يحميه يعني لعيب مش طبيعي يعني رومان سايس مدافع عبقري عبقري شف يعني مرابط بالنسبة لي زي ما قدتلك هو أحسن لعيب المنتخب المغربي طوال البطولة في رأيي يعني ده رأيي المتواضعة يعني ممكن أرى أخرى تختلف بوفال النهار ده شوت الأول كان فيق فوقان مش طبيعي ياسين بونو طبعاً حكاية الحكايات حكاية الحكايات حارس مرمى استثنائي يعني استثنائي أفضل حارس في القرى يعني وما يزعلش مني عمي مندي تمام؟ أدوارد مندي طبعاً حارس شيلسي والمنتخب السنغالي بس ياسين بونو؟ لا لا مش طبيعي حارس مرمى أشبلية طبعاً عامل أداء رائع المغرب مصدقة حلمها وتعالوا نصدق معاه الناس النهاردة حتى أنا داخل الستوديو النهاردة والناس اللي قابلوني أو الناس دمائلي وأصدقائي بيقولي بس البرتغال تيه لدي لسه كسباناً سوسرا ستة واحد البرتغال لو هنيجي بقى نحسنها بالورقة والألم على مستوى المهارات الفردية والقدرات الفردية أقوى من المنتخب الأسباني عندها عناصر خطيرة جد بس لما تيه تتكلم على مستوى تاكتك وأمور فنية لو أنت سألت وليدر الجراجي نفسه والمدارب بتاع المغرب من أصعب لك أسبانيا والبرتغال هيقولك لا أسبانيا طبعاً المنتخب صعب بياخد الكرة بيتحكم في الكرة الضغط العالي عليه صعب أنه يمسك الكرة طول الوقت يستحوز على الكرة طول الوقت فالأمور بالنسبة لي بتبقى صعبة جداً ومحتاجة تركيز طول الوقت لكنها بتلعب مع المنتخب عنده مهارات فردية مش بس جماعية كتير قوي بس مهارات فردية كبيرة ممكن تسيطر على المفاتيح اللعب ده في رأيي برضو تصور فأنا أعتقد لو المغرب جاهزة بدنياً بدنياً في مبارات البرتغال يوم السبت القادم إن شاء الله المغرب تعمل اللي فوق الخيال وتوصل لنصف نهائي المنديال بتخيل